رح نحكي عن درس استكشاف الفضاء استكشاف الفضاء هو عبارة عن التعرف إلى مكونات الكون من أجرام سماوية مواقعها، بعدها وتركيبها طبعا تم استكشاف الفضاء من خلال عدة مراحل في حياة الإنسان وهي العين المجردة، المكراب الفلكي والمركبات الفضائية التي تحملها السواريخ بداية استكشاف الفضاء بالعين المجردة منذ قديم الزمان تساءل الإنسان ماذا يوجد في الكون فقام مثلا البابليون القدماء والمصريون القدماء والصينيون برسد الأجرام السماوية في السماء وقام العرب برسد العين المجردة حيث كانوا يهتدون بالنجوم في انتقالاتهم في الصحراء كانوا يهتدوا بالنجوم منشان يتنقلوا من مكان إلى مكان لما بتكون الدنيا ليلية تامن يهتدوا بالنجوم منشان يقدروا يتنقلوا يعني النجوم هي عبارة كانت عن دليل السياحي لهم بداية بعد العين المجربة استخدموا المجردة استخدموا المقرب المقرب ما هو هو عبارة عن آلة تقوم بتجميع أكبر كمية من الضوء الصاقط من الأجرام السماوية بإجراء الأرض حيث تبدو أكثر ضوء التاريخ استعمال المقرب أنه في عام 1608 صنع النظاراتي الهولندي هانز البريشي أول مقرب فلكي إذن هو عمل أول مقرب فلكي وهي صورته عندكم مشان نتعرف على الأمور اللي قام فيها طبعا بعد هانز ما صنع أول مقرب فلكي أجعلنا العالم المشهور المعروف اللي هو العالم غاليليو في عام 1609 صنع العالم الشهير غاليليو مقربا يكبر بأشياء 33 ضعف عن اللي عمله العالم هانز وهو أول من تمكن من رؤية الجبال بواسطة المقرب طبعا وأهم شيء أول من وجه المقرب نحو السماء هو العالم غاليليو وهاي كانت عبارة عن نقلة في تاريخ استكشاف الفضاء ورصد أقمار تدور حول الكواكب بعد ذلك توالت الجهود البشرية لاستكشاف الفضاء حتى قام الإنسان برحلات فضائية تمام؟ هلأ أجزاء الرحلات الفضائية قسموها العلماء حسب إلى عدة أقسام أول شيء الصاروخ الصاروخ الذي يعمل على نقل المركبة إلى الفضاء ووضعها في المدار المطلوب اتنين المركبة الفضائية التي يحملها الصاروخ هيث تختلف المركبات الفضائية في تركيبها ونوعها حسب الهدف المراد تحقيقه في الرحلة يعني إيش هو الهدف اللي رايحين عليه على الفضاء بتختلف المركبة الفضائية بداية بالنسبة للمركبات الفضائية في إلها نوعين أول شيء مركبات الفضائية غير مأهولة هايشو بميزتها أنها لا تحمل رواد وتحتوي على أجهزة ومعدات تتحكم بها من المقواعد الموجودة على كوكب الأرض اتنين المركبات الفضائية المأهولة وهي ثلاث أنواع المحطات الفضائية والمكوك الفضائي نرجع للمركبات الفضائية غير المأهولة هي القمر الصناعي والمجسات أو المسابير الفلكية إن بل يشمع القمر الصناعي زي ما هو واضح أن تكون بالسرعة هو مركبات الفضائية غير مأهولة توضع في مدارات خاصة حول الأرض أو حول أي كوكب لتحقق مهمة محددة يقوم بأعمال عديدة مثل الاتصالات والأغراض العلمية والأرصاد الجوية هاي هي الوظائف اللي بيقوم فيها القمر الصناعي تمام؟ وطبعا نعرف كثير أمثلة على الأقمار الصناعية في عام 1957 أطلقوا أول قمر صناعي إلى الفضاء عشان يقوموا بس بأعمال اتصالات لكن العرب قاموا بإطلاق أول قمر صناعي عربي اللي هو عرب سات عام 1984 احتوا على قنوات اتصالات للهاتف وبرامج بث برامج للتلفاز وغير ذلك تمام؟ وتبادلوها إذن عرب سات هو أول قمر عربي تم إطلاقه غير عن اللي انطلق سنة السبعة وخمسين هلأ بالنسبة للمجسات أو المسابير الفلكية فهي عبارة عن مركبات تطلق من الأرض في رحلة بدون عودة باتجاه واحد يعني بس بتروحه ما بترجع أول مجس فلكي اللي هو ثلاث في عام 1959 وتتخذ إلى مدار حول القمر هذا كان أول مجس فلكي تماما هي بالتروح باتجاه واحد بس بالتروح وما بقى هذا أنواع المجسات هي المجسات المدارية ومجسات الهبوط ومجسات الهبوط المتحركة والمجسات الغاطسة هلأ رح نعرف عن كل نوع من هاي الأنواع أولا المجسات المدارية هي مركبات تتحرك في مدار حول الجرم السماوي لإلتقاط صور لسطحه ودراسته عن بعض زي ما عندك في الصورة هون هاي مجسات مدارية اتنين مجسات الهبوط مركبات تهبط على سطح الجرم للقيام بالدراسات المطلوبة وهي ثابتة في مكانها مثل مجسات فيكينغ التي أرسلت لدراسة سطح المريخ وهي إلها صورة هون زي ما أنت شايف أما مجسات الهبوط المتحركة أو العربات فهي مركبات تهبط على سطح الجرم السماوي وتتحرك بواسطة التحكم عن بعد من وين محطات على كوكب الأرض اللي هي المحطات الأرضية مثل هاي العربة الفضائية وأخر شيء المجسات الغاطسة هي مركبات تتوجه للكواكب الغازية وتغوص في غلافها الغازي إذا النوم تتوجه بس للكواكب الغازية أما بالنسبة للمركبات الفضائية المأهولة تمام؟ هلأ من اسمها مركبات فضائية مأهولة يعني وضعوا فيها كائنات حية مثل إنسان وبعض أنواع الحيوانات زي ما أنت تشايف عندك في الصورة لدينا صورة الأولى وضعوا فيها الكلبة اللي هي أول كلبة طلعت على الفضاء اللي هي الكلبة لايكا والصورة الثانية لأول رائد فضائي الآن أول مركبة فضائية كانت تحمل الكلبة لايكا في نهاية عام السبعة وخمسين أما أول إنسان انتقل إلى الفضاء فهو العالم الروسي يوري جاجارين عام الواحد وستين على متن المركبة فوستوك واحد وهي له صورة تمام يا تامن؟ إذن مركبات فضائية مأهولة من اسمها تحمل كائنات حية أما عام التسعة وستين هبطت المركبة آجل على سطح القمر وتقل اثنين من رواد الفضاء اللي هم مينيل أرمسترونج وأدوين ألدرين حيث أرمسترونج اللي هاي صورته على اليمين هو أول من هبط على سطح القمر أو على أرض القمر تمام؟ إذن يا الأرمسترونج طبعا تلت هاي الرحلة العديد من الرحلات الأمر الذي استدعى إلى تطوير تقنيات مستخدمة في تنقل رواد الفضاء على سطح القمر فاختروا بعد ذيها عربات الفضاء زي الموجودة عندك بالصورة اليسار هاي عربات الفضاء ساعدتهم بأنهم يكتشفوا سطح القمر هلأ عربات الفضاء زي ما حكيت لك هي عربات استكشاف فضائي مسممة للتنقل والتحرك بالبشر في الرحلات الفضائية بتعمل على دراسة سطح الكوكب وتدارسه وجمع عينات من سطح الكوكب مثل عينات من الصخور ممكن بحكي لك تصل سرعتها إلى 16 كم في الساعة هاي هي العربات الفضائية هلأ المحطات الفضائية حكينا هي عبارة عن مركبات فضائية ضخمة تحمل رواد الفضاء والأجهزة والأدوات التي تساعد رواد الفضاء على القيام بالعديد من التجارب العلمية تمام؟ زي ما عندك هاي الصورة لمحطة فضائية وتقى في مدار لها حول الأرض وينتقل الرواد إلها بانتظام من أشهر المحطات الفضائية اللي هي محطة مير الروسية تمام؟ وعندك المختبر الفضائي الأمريكي اللي هي سكاي لاب أيضا هاي المحطة الأمريكية وحاليا بحاولوا ينشؤوا محطة كبيرة على ارتفاع 400 كم من سطح الأرض ركبوا عليها العديد من الألواح الشمسية عند بناءها حتى تكون مكتفية ذاتيا بالطاقة يعني بتأخذ طاقتها من الشمس هاي لسه عمالهم ايش بيجهزوا فيها آخر شيء اللي هو مكوك الفضاء هو عبارة عن مركبة فضائية مطورة تنطلق كصاروخ وتعود كطائرة لاحظوا الصورة تنطلق كصاروخ ولكن لما ترجع الأرض تعود كطائرة قادرة على حمل الأقمار الصناعية الكبيرة والعديد من المعدات العلمية اللي بيحتاج إلها رواد الفضاء بتركب المكوك من ثلاثة جزاء رئيسية اللي هي أولها الدوار يشبه الطائرة وفيها غرفة طاقة مرحلة الفضائية ومغطبة مادة السيراميك الحراري التي تعمل على حماية المكوك إذن بيش المادة السيراميك الحراري بتكون عازلة بتحمي المكوك من أي عوام الخارجية اتنين صاروخاء الدفع زي ما أنتوا شايفين الدور الرئيسي اللي هما دفع مكوك الفضاء من منصة الإطلاق إلى الفضاء وإكسابه السرع اللازمة عشان يتغلب على قوة الجاذبية الأرضية لما ينطلق إلى الفضاء بعدين بنفصله عنه وبيهبطوا في المحيط بواسطة مظلات خاصة تمام؟ زي ما أنت شايفة دول هم صاروخاء الدفع إذن خلاص بينفصلوا عن المكوك وبيبعدوا عنه آخر شيء من أجزاء المكوك خزان ضخم من الوقود بيحتوي على هايدروجين وأكسجين سائل حتى يكونوا مصدر للوقود في أثناء عملية الإخلاق وبعد ذلك بينفصل عن جسم المكوك وبيحترق أثناء دخول الغلاف الجوي ولا يعود إليها إذن ما بيعود إليها لأنه بيحترق لما بيرجع أثناء دخوله إلى الغلاف